شرين وحسام احدث جزء من الحكاية عبارة عن مقطع صوتي تسجيل حسام حبيبي يقول فيه انه شرين هي غلطة عمره وكلام كده كتير حسب كلام حسام فاللي حصل انه يعني شرين منعته من زيارتها في المستشفى اللي هي موجودة فيه دلوقتي وقال كده بالنص شرين دي اكبر غلطة غلطة في حياتي وانا اتصدمت فيها صدمة عمري لا عايز اشوفها تاني ولا عايز اسمع اسمها شرين دي اكبر غلطة انا اتصدمت فيها صدمة عمري لا عايز اسمع اسمها تاني ولا عايز اشوفها في حياتي تاني تنسى ان اي عرفت واحد اسمه حسام في حياتها شرين دي اكبر غلطة انا اتصدمتها في حياتي قال انها لازم تنسى انها عرفت حد اسمه حسام في حياتها ومن اللحظة دي انا معرفش حد بالاسم ده اللي اسمع تاني ولا عايز اشوفها في حياتي تاني كنت سنية عارفة واحد اسمه حسامي في حياتها ن odie Day's Lipton mukner. كنت سنية عارفة واحد اسمه حسامي في حياتها طبعاً أنا مش عارفة هي صدمة صدمة مين بالزبط وطبعاً دي زاوية واحدة من آخر فصول الحكاية اللي تحولت لقضية رأي عام ابتدت بالتهام محامي شرين لأخوها بأنه ضربها وحجزها في المستشفى غزباً عنها أخوها محمد عبدالوهاب نفى التهم دي وابتدى بقى يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة حسام بشرين وبصارة طباخ وتفاصيل تانية عن تعاطي المخدرات والإدمان وإن كل اللي بيعمله إنه بيحاول إنه ينقذ أخته من الضياع ومن الشلة اللي بتسيطر عليها وبتدمر حياتها والسؤال هنا هل التصريح العلني بالمعلومات دي طبيعي؟ هل كلام أخو شرين ووالدتها كان لصالح شرين؟ ولا كان عشان يدفع عن نفسهم؟ وإذا كان الكلام عن إدمان المخدرات فإحنا عارفين إنه من قواعد العلاج من الإدمان هو المحافظة على السرية والخصوصية طيب إيه الهدف من نشر المعلومات دي على الملأ؟ إيه اللي هيفيد أي إنسانة بتمر بمحنة لما تعرف إن سرتها بقت على كل لسان؟ الأسئلة دي بتكشف زاوية تانية من الحكاية اللي كانت بدايتها مختلفة خالص البداية كانت قصة حب ما بين اتنين من الفنانين وبعدها جواز وبعدين طلاق ومحاضر وإقسام وقضايا وتصريحات تصريحات واضحة من شرين بإنها قطعت علاقتها تماما بحسام لكن كلام أخوها ووالدتها برضو بيأكد في الفترة الأخيرة إنه ربما تكون الماية رجعت لمجاريها تاني ما بين شرين وحسام وإن علاقتها بيه هي سبب الحالة اللي وصلت لها بين كل زاوية الحكاية اللي بتتقال من وجهة نظر أصحابها بتفضل الحقيقة الكاملة غيبة خصوصا إنه صاحبة الحكاية نفسها ما قالتش كلمتها لحد دلوقتي بشكل مباشر حقيقة ما كناش أبدا نحب نتكلم في تفاصيل الحياة الخاصة لشرين أو لأي حد لولا إنه الاتنين شرين وحسام قرروا ومن البداية إنهم يشاركوا الناس كل تفاصيل حياتهم سواء بتصريحاتهم العلنية أو بدخولهم في نزاعات قانونية معروفة حقيقة كلام حسام النهاردة رغم إنه بيأكد إنه قطع كل علاقة لي بشرين لكن الواضح إنه الحكاية لسه ما خلصتش وإنه لسه فيه فصول جديدة لكن هتبقى عاملة زي الفصول الجديدة دي بالشكل ده ما أعتقدش إنها فصول كويسة لكن إحنا بجد بنتمنى إننا نشوف نهاية للحكاية ونشوف بداية جديدة لشرين الصوت الجميل اللي بنفتقده دلوقتي بسبب أزمتها الشخصية التي لا تنتهي